قيام المنشأة بإنتاج العصل ذاتيا أي يتم إنتاجه داخل المنشأة السؤال هنا كيف يتم تحديد تكلفة إنتاج العصل الثابت هنا ذاتيا يتم تحديد تكلفة العصل الثابت على الوجه التالي تكلفة عناصر التكاليف التي تحملتها المنشأة في سبيل إنشاء العصل ذاتيا والمتمثلة في تكلفة المواد وكذلك العمالة أو الأجور والتكاليف الصناعية الأخرى وفي هذه الحالة لا يمكن الاعتراف بأي أرباح نتجت من التصنيع الداخلي كذلك أيضا الفوائد الفعلية التي تتحملها المنشأة خلال فترة إنشاء الأصل تضاف على تكلفة الأصل وقيد اليومية في هذه الحالة يكون بجعل حساب الأصل مدينة لأننا ذكرنا فيما سبق أن هناك حسابات بطبيعتها مدينة ومنها حسابات الأصول فيجعل حساب الأصل أو الآلات مثلا مدينة ثم حساب عناصر التكاليف التي دخلت في إنتاج الأصل كلها دائنة حساب المواد حساب الأجور حساب التكاليف الصناعية غير المباشرة والمثال التالي يوضح كيفية المعالجة المحاسبية وكذلك أيضا قياس تكلفة إنتاج الأصل ذاتيا فإذا قامت إحدى المنشآت بتصنيع الآلات المتخصصة ذاتيا أي داخل المنشآة وذلك لاستخدامها في أعمالها وقد بلغت التكاليف المباشرة في هذه الحالة للتصنيع مواد 200 ألف ريال وأجور أو عمل 100 ألف ريال كما بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة 20% من التكاليف المباشرة في حين أيضا أن التكاليف المخصصة على تلك الآلة بلغت 30 ألف ريال وقد قدرت المنشآة أن الحصول على آلة مماثلة بمعنى إذا قامت الشركة أو المنشآة بشراء آلة من السوق بدلا من تصنيعها ذاتيا في هذه الحالة كان سيتم شراؤها بمبلغ 400 ألف ريال المطلوب عمل القيود اللازمة لإثبات تصنيع الآلة في دفاتر المنشآة والسؤال الثاني هل يمكن الاعتراف بوجود أرباح على عملية التصنيع الداخلي والمطلوب الثالث بفرض أنه كان في الإمكان الحصول على نفس الآلة من السوق أن يتم شراؤها بمبلغ 290 ألف ريال فكيف تكون المعالجة المحاسبية في دفاتر المنشآة في هذه الحالة الإجابة يتم عمل القيود في دفاتر المنشآة على النحو التالي حساب الآلات يجعل مدينة بمبلغ 390 ألف ريال وهي عبارة عن التكاليف المباشرة والمتمثلة في تكلفة المواد 200 ألف وتكلفة الأجور 100 ألف وهي تمثل في مجموعها التكاليف المباشرة إذن 300 ألف ريال تكلفة مباشرة بالإضافة إلى التكاليف الصناعية غير المباشرة والتي تمثل نسبة 20% من التكاليف المباشرة إذن التكاليف الصناعية غير المباشرة عبارة عن 300 ألف في 20% أي 60 ألف ريال بالإضافة أيضا إلى التكاليف المخصصة 30 ألف 60 زائد 30 90 ألف ريال إذن مجموع تكلفة الأصل السابت في هذه الحالة 390 ألف ريال ولا يتم الاعتراف في هذه الحالة بالربح من عملية التصنيع الداخلي وذلك تطبيقا لقاعدة الحيطة والحزر في الممارسة المحاسبة الحالة الثانية في حالة لو أن سعر الآلة في السوق 290 ألف ريال أي أن هناك خسارة تحققت في هذه الحالة يتم إثبات الخسارة بالقيد التالي من مذكورين حساب الآلات يثبت بتكلفته المباشرة فقط ومقدارها 300 ألف ريال ثم خسارة تصنيع الآلة 90 ألف ريال ويكون الجانب الدائم من القيد على النحو السابق ذكره 200 ألف ريال المواد و100 ألف ريال الأجور و90 ألف ريال التكاليف الصناعية غير المباشرة والتكاليف المخصصة ويجب أن يلاحظ هنا أن الحد الأقصى لقيمة الخسارة التي تم إثباتها هو قيمة التكاليف غير المباشرة ومقدارها 900 ألف ريال أو 90 ألف ريال وتم تسجيل الآلة بقيمة التكاليف المباشرة فقط كحد أدنى في حالة الخسارة وبلغت 300 ألف ريال ترجمة نانسي قنقر